موسيقى الرئيس السيسي يبحث مع رئيس شركة سيكاك حديد ألمانيا التعاون لتشغيل وإدارة منظومة القطار الكهربائي السريع بتوجيهات رئاسية الهيئة الهندسية تبدأ وعمل ترميم كنيسة أبو السفين بالجيزة بوتين يبدي استعداده لتسليح الدول الصديقة ويؤكد أن التعاون العسكري المشترك سيعزز الاستقرار في العالم أجمع السادسة بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت الجرام نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من تلفزيون المصري أهلا بحضراتكم موسيقى أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على التقدير المصري للخبرة الألمانية في مجال نظم الإدارة والتشغيل والتي تتسم بالحوكمة الدقيقة جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس إدارة شركة سيكك حديد ألمانيا دايتشبان حيث أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول استعراض التعاون مع شركة سيكك حديد ألمانيا لتشغيل وإدارة منظومة القطار الكهربائي السريع وخلال الاجتماع وجه رئيس سيسي بالبدء الفوري في التعاقد مع الشركة الألمانية وبالتركيز على الجانب التأهلي للكوادر البشرية الفنية وذلك بنقل ثقافة العمل الألمانية التي تتسم بالدقة والانضباط الشديد وجودة الإنتاج وذلك بهدف صياغة وصق للكوادر البشرية الفنية المصرية من جهته أعرب رئيس الشركة الألمانية عن تطلعه للتعاون مع وزارة النقل في إدارة وتشغيل منظومة القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذها في مصر موضحا أن الشركة الألمانية أيضا ستقوم بتأهيل وتدريب المهندسين والفنيين المصريين وأشاد بحجم الإنجازات التنموية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال ترميم وإصلاح كنيسة أبو سيفين في الجيزة بعد تعرضها لحريق يأتي ذلك تنفيذة لتوجهات الرئيس السيسي حيث يسابق العمال الزمن لإعادة الكنيسة إلى ما كانت عليه وإجراء أعمال ترميم واجهة الكنيسة إضافة إلى الطابقين الثالث والرابع الذين تضرر بشدة بسبب الحريق هنا لا مكان لموضع قدم إلا للعمال الذين يواصلون العمل ليل نهار لإعادة ترميم كنيسة أبو سيفين في الجيزة تنفيذاً لتوجهات الرئيس السيسي يسابق هؤلاء العمال الزمن لإعادة هذه الواجهة إلى ما كانت عليه وأفضل أما داخل الكنيسة فلا يختلف الوضع كثيراً عن خارجها من حيث وتيرة العمل ومعدلات الإنجاز حيث تجرى أعمال ترميم الطابقين الثالث والرابع وهم الأكثر تضرراً من الحريق لإعادة أسقف وجدران الطابقين بحالة أفضل من السابق مع توفير عوامل السلام والأمان التي تضمن عدم تكرار مثل هذه الأحداث مرة أخرى جهود كبيرة تقوم بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإعادة ترميم كنيسة أبو سيفين الأمر الذي لاقى ترحيباً كبيراً من أهالي المنطقة مما يؤكد أن الدولة لا تدخر جهداً في تقديم كل أوجه الدعم والرعاية والبناء لإعادة هذه الكنيسة أفضل مما كانت عليه أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية قطاع النقل البحري في تنمية حركة التجارة المصرية وزيادة حجم الصدرات للخارج وخلال اجتماع لمتابعة إجراءات زيادة التعاون البحري بين مصر وتونس والجزائر تم استعراض إجراءات زيادة التعاون البحري المشترك مع تونس والجزائر حيث تمت الإشارة إلى مذكرات التفاهم الموقع في هذا الصدد مع حكومتي البلدين كما تم استعراض موقف تشغيل خط ملاحي بين مصر وإيطاليا بما يسهم في تنشيط حركة تبادل السلع والتجارة بين البلدين بالنظر إلى كون إيطاليا شريكا تجاريا مهما لمصر عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المرافق على مستوى الجمهورية خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وخلال الاجتماع وجه مدبولي بمنح التيسيرات المطلوبة للمصنعين لتوطين صناعة المعدات والآلات والطلمبات والتأكيد على أهمية أعمال الصيانة وحسن إدارة محطات مياه الشرب والصرف الصحي للحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في هذه المشروعات كما تم تطرق خلال الاجتماع إلى الموقف المالي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات القابضة وكذا موقف حل التشابكات المالية مع الجهات الحكومية المختلفة اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وذلك بحضور وزير النقل وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول متابعة مشروعات وأنشطة وزارة النقل على مستوى الجمهورية وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض عملية التطوير الجارية لمنظومة الموانئ على مستوى الجمهورية خاصة ما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات ميناء الإسكندرية الكبير والذي يضم ميناء الدخيلة وميناء المكس الأوسط بالإضافة إلى ميناء الإسكندرية الرئيسي وما يتعلق بساحات البضائع العامة والبوابات وساحات الحاويات والمنظومة الليجستية الخاصة بالميناء والأرصفة البحرية ووجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بالاستغلال الأمثل لكافة المساحات بميناء الإسكندرية لصالح منشآت الميناء ودراسة الاستعانة بالخبرات العالمية في الإدارة والتشغيل وذلك لتطوير الأداء وتعظيم الناتج لصالح عملية التنمية الشاملة في مصر وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض كذلك عملية استكمال وتطوير ميناء السخنة وإنشاء المناطق الليجستية بالميناء والساحات الجديدة كما استعرض السيد الوزير أعمال تطوير ميناء دميات خاصة ما يتعلق بحواجز الأمواج والممر الملاحي والتكريك وشدد الرئيس السيسي على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء على وجه السرعة من إنشاء تلك المحاور لما لها من مردود حيوي لكونها تمثل شرايين تواصل ما بين ضفتي النيل وتعد وسيلة آمنة فيما يتعلق بسلاسة تنقل الأفراد وكذلك مردود اقتصادية تمثل في تسهيل عملية التجارة وعبور الشاحنات وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي الخاص بوسائل النقل الجديدة التي تم إضافتها لمنظومة النقل العام الجماعي في مصر خاصة ما يتعلق بالقطار الكهربائي الخفيف والمنوريل والقطار الكهربائي السريع وأعمال المحطات والأعمال الانشائية والكبال العلوية على التقاطعات وخطوط السير لتلك الوسائل وسائل النقل الحديثة التي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في منظومة النقل العام في مصر حيث ستربط أنحاء الجمهورية ببعضها من خلال شبكة الموانئ والمطارات وهو ما يصب في خدمة عملية التنمية المستهدفة في كافة المجالات في مصر استقبلت الأمانة العامة لمجلس النواب عددا من متدربي الدفع الرابع من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب وتفقد متدربوا البرنامج الرئاسي القاعة الرئيسية للمجلس والمتحف ومكتبة المجلس وشاهدوا فيلما تسجيليا عن تاريخ الحياة البرلمانية وقدم الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد منع شرحا مختصرا عن تطور الحياة النيابية والتعريف بمهام مجلس النواب وآليات عمله وفقا لنصوص الدستور واللائحة الداخلية للمجلس في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد أسفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية الشديدة الخطورة أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد أربعمائة وسبعة عشر عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق أربع وعشرين مدرية أمن وسابق اتهمهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل، خطف وضبط معهم مائة وثمان وسبعون قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنتاق محافظات ضميات وبرسعيد والدقالية ومنطقة السحر والجمال بنتاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط ستين متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع ستمائة وإحدى وعشرين قطع السلاح ناري أبرزها رشاش تسع وسبعون بندقية سلاس وستون بندقية آلية وستة وعشرون مسدسا واربعمائة واثنان وخمسون فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة وثمانون خزينة إضافة لألف وثلاثمائة قطع السلاح أبيض وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ سلاس مائة وواحد وثمانين ألفا ومائتين وسبعة واربعين حكما قضائيا من بينهم ألف ومائتان وتسعة وخمسون حكم جنيا ومائة واربعة واربعون ألفا وتسعمائة وخمسة وتسعون حكم حفص ومائة واثنان وثمانون ألفا وسلاسة وسلسون حكم غرامة واثنان وخمسون ألفا وتسعمائة وستون حكم مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط تسع تشكيلات عصابية ضمت ستة وثلسين متهما قاموا بارتكاب سمانية وثلسين حادث سرقة متنوع وتم كشف غموض سبعة وثمانين حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة وضبط مرتكبها بإجمالي مائة وسبعة وأربعين متهما وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط تسعمائة وإحدى وتسعين قضية إدجار في المواد المخدرة من بينها أكثر من مائة واربعة وستير كيلو جرام من مخدر الحشيش وما يقرب من مائتين واثنين وسبعين كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت ما يزيد عن أربعة وعشرين كيلو جرام وضبط قرابة ستة كيلو جرام من مخدر الأيس الشابو إضافة إلى أكثر من سبعة ونصف كيلو جرام من مخدر الاستروكس وعدد خمسة وعشرين ألفا وخمسمائة وأربعة قرص مؤثر وخمسة ألاف ومئة واثنين وخمسين قرص ترامادو المخدر هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي عشرين مليون جنيها واصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 471 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 132 طن وفي مجال الاستلاع للسلع المدعومة تم ضبط قرابة 50 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط قرابة 83 طن أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 751 قضية من بينها 82 قضية خبز ناقص الوزن و46 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 13 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 75 طن أقمح محلية قالت رئيسة تايوان تساي إنجوين إن المنورات الصينية تمثل تهديدا للأمن الإقليمي وأكدت رئيسة تايوان لدى استقبالها وفدا من الكونغرس الأمريكي التزامها بالحفاظ على استقرار مضيق تايوان هذا وأفادت سفارة واشنطن في تايبي بأن الوفد الأمريكي تبادل وجهات النظر مع النظراء التايوانيين بشان مجموعة واسعة من القضايا المهمة بالنسبة للولايات المتحدة وتايوان ذكر الجيش الصيني أنه أجرى مزيدا من التدريبات بالقرب من تايوان وذلك بالتزامن مع قيام وفد من الكونغرس الأمريكي بزيارتها ووصف الجيش الصيني المنورات بالرادع للخدع السياسية التي تقوم بها واشنطن وطيبيه كما أكد الجيش الصيني أنه سيتابع تدريب والعمل على رفع جاهزيته القتالية للحفاظ على سيادة البلاد أفادت وزارة الدفاع التايوانية بأن 15 طائرة صينية عبرت خط الوسط بمضيق تايوان بالتزامن مع تدريبات العسكريات الصينية بالقرب من الجزيرة يأتي ذلك بعد 24 ساعة من إعلان وزارة الدفاع التايوانية برصد 22 طائرة صينية و6 سفن تنشط في محيط مضيق تايوان أعربت الصين عن معارضتها لأي نوع من العلاقات الرسمية بين الولايات المتحدة ومنطقة تايوان واضح تأسفارة الصينية بالولايات المتحدة أن بكين ستتخذ إجراءات مضادة حازمة ردا على ما وصفته بالاستفزازات الأمريكية لافتا إلى أن الزيارة التي يقوم بها وفد من الكونجرس الأمريكي إلى تايوان تثبت أن واشنطن لا تريد أن ترى الاستقرار عبر مضيق تايوان قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قواته تنفذ العمليات العسكرية في أوكرانيا بشكل فعال داعيا الدول الصديقة لإجراء تدريبات عسكرية مع القوات الروسية وخلال مشاركته في أعمال منتدى الجيش بموسكو قال بوتين أن تطوير تعاون مع الشركاء العسكريين لبلاده سيؤدي إلى تعزيز الاستقرار في العالم يجمع ندعو كل الشركاء والأصدقاء إلى إجراء تدريبات العسكرية معنا كما يجب أن نعمل على حل المهمات خلال هذه التدريبات مما سيرفع قدرات القوات المسلحة أجمع وأنا واثق من أننا من خلال تطوير التعاون بيننا أكان على الصعيد العسكري أو التقاني بإمكاننا أن نعمل على تأمين المناطق بالإضافة إلى تعزيز الأمن والاستقرار ليس فقط في مناطقنا ولكن في العالم أجمع أعلنت روسيا أنها ستسهل زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية جنوب أوكرانيا يأتي ذلك وسط مخاوف بشأن سلامة المحطة التي تعرضت للقصف وسط تبادل الاتهامات بين روسيا وأوكرانيا وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن بلادها ستبذل كل ما هو ضروري ليصل متخصص الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة ويقدم تقييما واقعيا للأعمال التدميرية بدوره طالب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وعدة دول أخرى روسيا بالانسحاب الفوري من محطة زابوريجيا للطاقة النووية وعودة المحطة تحت السيادة الأوكرانية واعتبر البيان تمركز أفراد عسكريين روس وأسلحة روسية في المنشأة النووية أمر غير مقبول وستتبادل الاتهامات بالتصعيد منذ أكثر من أسبوع بين روسيا من ناحية وأوكرانيا من ناحية أخرى حول قصف محطة زابوريجيا تزداد المخاوف من وقوع كارثة نووية جديدة على بعد 500 كم فقط من موقع كارثة تشيرنوبل التي تعد أسوأ حادث نووي شهده العالم عام 1986 استمرار القصف على المحطة النووية والمنطقة المحيطة أدى إلى إلحاق أضرار بوحدة الضخط تابعة للمحطة وأدى أيضا إلى تدمير جزئي لإدارة الإطفاء المسؤولة عن أمن المحطة بحسب بيان القوات الأوكرانية في المقابل اتهمت روسيا القوات الأوكرانية بالوقوف وراء الضربات التي تستهدف محيط المحطة النووية مما ينذر بكارثة نووية قد يصل مداها إلى أوروبا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش بدوره دعا روسيا وأوكرانيا إلى وقف الكتال بكافة أشكاله قرب المحطة بعد تجدد القصف لتجنب العالم خطر كارثة نووية الوضع المقلق في محيط محطة زابوروجيا أثار قلق المجتمع الدولي حول وقوع كارثة نووية الأمر الذي استدعى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي الخميس المقبل وإقامة منطقة منزوعة السلاح حول زابوروجيا وانسحاب القوات الروسية من المنطقة لضمان أمن وسلامة المحطة وتجنب أوروبا بل والعالم بأسره من حدوث كارثة نووية قال الجيش الأوكراني إنه يواصل السيطرة على مسارات النقل والإمدادات اللوجستية في الأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية وقالت رئيسة مركز التنسيق الإعلامي المشترك التابع للقيادة العسكرية الجنوبية في أوكرانيا ناتاليا هومينيوك إن القوات الأوكرانية دمرت أكثر من عشرة مستودعات للذخيرة تستخدمها القوات الروسية خلال الأسبوع الماضي مضيفة أن ضربات على جسر أنتونوفيسكي في مدينة خرسون منعت القوات الروسية من إعادة الانتشار للحيلولة دون عزلها أعلنت خدمة الشحن بميناء أوديسا الأوكراني دخول سفينتين للميناء لنقل سبعة ألاف طن من زيت عباد الشمس والذرة يذكر أنه منذ بداية أغسطس الكاري تم تصدير نحو ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف طن من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى من الموانئ الأوكرانية عبر الممر البحري الإنساني أعلنت وزارة الزراع الأوكرانية تراجع صادرات الحبوب بنسبة بلغت 46% على أساس سنوي لتصل إلى 2.65 مليون طن حتى الآن في موسم 2022-2023 يذكر أن صادرات الحبوب الأوكرانية قد تراجعت منذ بداية العملية الروسية بسبب إغلاق موانئها على البحر الأسود التي تعد طريقا رئيسيا للتصدير مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط وفي نهاية يوليو الماضي تم فتح ثلاثة موانئ على البحر الأسود بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة ظهرت بيانات وشركات تشغيل الغاز الروسي أظهرت استقرار تدفقات الغاز إلى أوروبا عبر بعض خطوط الأنابيب الرئيسية كانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أكدت الأسبوع الماضي أن صادرات روسيا من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة هبطت بحوالي 40% في الأشهر السبعة الأولى هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها في 2021 في سياق متصل تراجعت صادرات الأسميدة الروسية بنسبة 7% في النصف الأول من العام نتيجة للعقوبات الغربية على موسكو من ناحية أخرى قالت مصادر مطالعة أن متوسط الانتاج اليومي من النفط والمكثفات في روسيا بلغ مليونا و420 ألف طن في الأسبوع الأولى من أغسطس من خفاض بلغت نسبته 3% عن يوليو أظهرت بيانات رسمية أن قيمة صادرات النرويج من الغاز الطبيعية سجلت مستوى قياسي مرتفع بلغ 13.26 مليار دولار في يوليو الماضي وقال مكتب الإحصاء النرويجي أن إيرادات الغاز الطبيعي أعلى أربع مرات مما كانت عليه في يوليو من العام الماضي قال المسؤول عن إدارة إمدادات الغاز الألمانية كلاوس مولر إنه إذا فشلت ألمانيا في تحقيق وفورات في الغاز بنسبة 20% فإن البلاد ستكون في خطر جسيم بسبب أزمة الطاقة الحالية وضف المسؤول الألماني أنه يجب خفض استخدام الغاز بمقدار الخمس لتجنب أزمة نقص الطاقة هذا الشتاء هذا وتعتمد قدرة ألمانيا على اكتياز الشتاء على كمية الغاز التي يمكنها تخزينها في وقت مبكر ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين على أساس سنوي بنسبة بلغت 2.7% في يوليو من ناحية أخرى خفض البنك المركزي الصيني بشكل غير متوقع سعر الفائدة للمرة الثانية هذا العام وسحب بعض السيولة من النظام المصرفي في محاولة لإنعاش الطلب على الاعتمان لدعم الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا وصل خطر حدوث ركود في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2020 حيث يهدد نقص الطاقة بدفع التضخم القياسي إلى الارتفاع وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن ارتفاع تكلفة المعيشة يؤدي إلى إحاق الضرر بالشركات والأسر في منطقة اليورو حيث أدت تهديدات الطاقة الروسية إلى تفاقم هذه المشكلة مع اقتراب الأشهر الأخيرة من عام 2022 بالأضافة إلى ذلك تفاقمت اختناقات العرض بسبب موجات الجفاف الشديدة في جميع أنحاء أوروبا هذا الصيف السادسة مستمرة وتتابعون فيها المبعوث الأممي لليمن يدعو أطراف الأزمة لتجنب العودة للحرب والبدء في بناء سلام دائم أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانسا جروندبرغ أن الهدن ما زالت صامدة على نطاق واسع من الناحية العسكرية في اليمن وأكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن على ضرورة اتخاذ أطراف الأزمة قرارات لتجنب العودة للحرب والبدء في بناء سلام دائم مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لم يتم إحراز تقدم ملموس في ملف فتح طرق تعز بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فايق زيدان ورئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلسخارت بحث دور القضاء في معالجة الإشكاليات الخاصة بالأزمة السياسية وذكر إعلام القضاء في بيان أن الجانبين بحث دور القضاء في معالجة الإشكاليات القانونية التي تخص الأزمة السياسية التي يشهدها العراق أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون ساكيال أنه سيقدم حزمة مساعدات كبيرة لكوريا الشمالية مقابل نزع سلاحها النووي هو عرض لا طالما رفضته بيونج يانج يأتي اقتراح السول بعد أيام على تهديد بيونج يانج بالقضاء على سلطات كوريا الجنوبية على خلفية التفشي الأخير لفيروس كورونا في الشمال وبعد أقل من شهر على إعلان الزعيم كيم جونج أون أن بلاده مستعدة لتعبئة قدراتها النووية في أي حرب مع الولايات المتحدة والجنوب أعلنت لجنة الانتخابات الكنية عن فوز نائب الرئيس ويليام روتو في انتخابات الرئاسة وخلال كلمة له عقب فوزه في الانتخابات قال روتو إن الانتخابات كان هدفها حل المشكلات وليس مراعاة التكوينات العرقية مضيفا أنه بحاجة إلى تكاتف الجميع للتحرك قدما تعهد رئيس الوزراء الهندية ناريندارا مودي بالعمل على تحويل بلاده إلى دولة متقدمة بحلول عام 2047 قال مودي بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال الهند عن الحكم البريطاني قال إن نظرة العالم للهند بدأت تتغير وأن العالم يتطلع إليها للمساعدة في حل القضايا العالمية وأضاف مودي أن الهند تسترشد بقيم الاعتماد على الذات وروح الشراكة الدولية لتحقيق التميز في العلوم والتكنولوجيا ولإقامة الصناعات وتحقيق أمن الغداء والطاقة جدد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تعهد اليابان بعدم الحرب خلال احتفال بلاده بذكرى السبعة والسبعين لهزيمتها في الحرب العالمية الثانية وركز كيشيدا إلى حد كبير على الأضرار التي لحقت باليابان بسبب القصف الذري الأمريكي على هوريشيما وناجزاكي والقنابل الحارقة الهائلة في جميع أنحاء اليابان والمعركة البرية الدموية في أوكيناوا وضف رئيس الوزراء الياباني أن السلام والازدهار الذي تتمتع به البلاد اليوم مبنيان على معاناة وتضحيات أولئك الذين ماتوا في الحرب أعلن مسؤولون إسبان عن خروج حريق غابات ضخم عن السيطرة في ظل الرياح العاتية جنوب شرق إسبانيا وأوضح قائد جهاز الطوارئ الإقليمي خسيم ريا أوضح أن مئات عناصر الإطفاء تساندهم ما يقرب من خمس وعشرين طائرة ومروحية حاولوا إخماد النيران التي دمرت أكثر من ستة ألاف وخمسمائة هكتار من الأراضي بينما فر أكثر من ألف ومئتي شخص من منازلهم مشيرا إلى أن الرياح العاتية تعقد جهود إخماد الحرائق في منطقة يصعب الوصول إليها بسبب تضاريسها الوعيرة تصل مستويات المياه في نهر أرين بألمانيا إلى نقطة منخفضة للغاية في الأيام المقبلة ما يجعل من الصعب على نحو متزايد نقل البضائع بما في ذلك الفحم والبنزين حيث يسيطر الجفاف وأزمة الطاقة على أوروبا ووفقا للإدارة الفيدرالية للممرات المائية والشحن فقد يبلغ النهر 32 سنتيمتر صباح يوم الاثنين أي نحو 5 سنتيمترات أقل من نفس الوقت في اليوم السابق كانت وكالة الأنبياء الألمانية قد أفاتت بأن منسوب المياه قد يتأرجح بين 31 و33 سنتيمترا بحلول يوم الجمعة وذلك وفقا لتوقعات الإدارة أفادت بيانات من وكالة البيئة البريطانية أن مستويات المياه في طبقات المياه الجوفية في جميع أنحاء إنجلترا أصبحت منخفضة بشكل استثنائي يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان حالات جفاف في عدة أجزاء من إنجلترا مع تسجيل البلاد أعلى درجات حرارة هذا الصيف على الإطلاق مع انتشار الجفاف في عدة أجزاء من إنجلترا تستمر درجات الحرارة الحارقة في استنفاذ الخزانات والأنهار والمياه الجوفية في البلاد مستويات المياه في الطبقات الجوفية في جميع أنحاء إنجلترا باتت منخفضة بشكل استثنائي وسجلت البلاد أسخن صيف على الإطلاق في نهاية يوليو قالت وكالة البيئة إن مستويات المياه كانت أقل من المعتاد في العديد من مواقع المراقبة وكانت منخفضة بشكل خاص في كوتسوا وولدس وسوث داونز ويوركشاير وولدس هنا في منطقة ساسكس تضخ شركة مياه الجنوب 172 لترا في الثانية من طبقة المياه الجوفية التباشيرية لتزويد مدينة بريتون القريبة بالمياه وذلك بالتزامن مع استعدادات المدينة لفصول صيف قادمة أشد جفافا كنتيجة لتغير المناخ في تلال ماندب في سومرسايد تقلصت طيارات المياه والتي كانت تتضفق عادة عبر الكهوف المظلمة في الشتاء إلى قطارات قليلة علماء المناخ فوجئوا بالسرعة التي ارتفعت بها درجات الحرارة في بريطانيا في السنوات الأخيرة ومثل ذلك من فرض السلطات حذرا على استخدام خراطيم المياه في بعض مناطق البلاد وهو الأمر الذي تستعد له لندن في القريب العاجل أكدت وزارة البيئة أن الأزهر الشريف كان في مقدمة المؤسسات التي أظهرت الدعم لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم كوب 27 وأسهمت بالأفكار والرؤى البناءة مشيدة بخطبة فضيلة شيخ الأزهر في الفدكان حول المناخ كذلك خلال إعلان مبادرة مناخنا حياتنا التي تتضمن تنفيذ قافلة أسبوعية لمدة عام وحملة توعوية شهرية و24 ورشة عمل وتدريب مئة واعظ ووعظة في مجال التوعية بتغير المناخ وذلك بالتعاون بين مركز الأزهر للفلك الشرعي وعلوم الفضاء والمراكز البحثية المتخصصة أكد وزير تنمية المحلية هشام أمنى أن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على رأس أولويات العمل خلال الفترة القادمة تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلال لقائه بقيادات الوزارة وجه وزير تنمية المحلية القطاعات المعنية بالوزارة بسرعة متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء فيما يتعلق بإجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بالمصالح الحكومية والأماكن العامة استقبل محافظ الدقالية أيمن مختار مفتي الجمهورية شوقي علام بدوان عام المحافظة وذلك لبحث ومناقشة إنشاء فرع لدار الإفتاء بمدينة المنصورة وقرر محافظ الدقالية تخصيص قطعة أرض بشارع الجيش بمدينة المنصورة لإنشاء مقر دار الإفتاء عليها كما وجه بسرعة العرض على المجلس التنفيذي للمحافظة للبدء في إنهاء إجراءات التخصيص وإنشاء الدار ندار الإفتاء ليها مكانة كبيرة في الدولة المصرية لما لها من قدرة على توجيه الخطاب الديني طبقا لتوجيهات سيدة الرئيس إحنا يمكن فيه ثلاث محاور زي ما فضيلة المفتي تكلم عنهم محور الإرشاد للعلاقة بين الزوجين والمشاكل الزوجية المتكررة سواء في الدأهلية أو في وسط الدلتا المحور الثاني محور محاربة الفكر المتطرف والمحور الثالث هو الفتاوى اللي معظمنا كمصريين بنلجأ فيها لشوقنا الأجلاء إنشاء هذا الفرع في إطار النداء المتكرر لسيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تجديد الخطاب الديني تجديد الخطاب الديني يحتاج إلى أن نتحرك على الأرض الواقع ولذلك كان إنشاء هذا الفرع وغيره من الفروع المختلفة في أنحاء الجمهورية تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وأوضح المتحدث الرسمي أن ملك الأردن قدم تعازيه الشخصية ومواساة الأردن الشقيقة حكومة والشعب للرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري في ضحايا حادث كنيسة إمبابة أعلنت مؤسسة حياة كريمة إطلاق أول فعالية توعوية موسعة بالفيوم في الفترة من الخامس عشر إلى العشرين من أغسطس الجاري تشتمل الفعالية على العديد من الأنشطة كما ستوفر خدمات مثل استخراج الرقم القومي مجانا للسيدات وهدايا تذكارية من مؤسسة حياة كريمة بالإضافة لملتقى توفير فرص عمل وورش عمل في مختلف المجالات نظمت وزارة الصحة قافلة طبية مجانية بمدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية ضمت القافلة كل التخصصات الطبية بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية مجانا نظمت مديرات الصحة في المينيا قافلة طبية علاجية في قرية الهمة بمركز مطاي ضمت القافلة العديد من التخصصات منها الأطفال والبطن والأسنان والقلب والصدر وتستهدف القافلة القرى الأكثر احتياجا بالمحافظة معنا تخصصات النهاردة يلب وبطنة وأطفال ونسا وخدمات تنظيم عسرة وجراحة وجلدية وأنف ووزن وأسنان بالأضافة للدواء التسقيق الصحي معها معمل دم ومعمل بارة جهاز شعي إكس ري معيس أضالية بها كل الأدوية الخاصة بالتخصصات المذكورة الأدوية بيتم الصرفها مجانا الخدمة مجانا بيتم تحويل الحالات المحتاجة قارات نفع الدولة أو جراء عملية جراحية للتأمين الصحي أو إصدار قارات نفع الدولة في المستشفى الخدمة مجانية من أول التسكرة تحليل شعيات الكشف الأدوية كل مجان انطلقت أول أيام مبادرة انت الحياة بمحافظة الفيوم بمركز إتصاب قرية قلهانة وبتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة وصندوق مكافحة الإدمان والجامعة البريطانية يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث تستمر مبادرة أنت الحياة حتى العشرين من أغسطس الجاري حيث تمت خلال اليوم الأول العديد من الفعاليات والورش بالتعاون مع الجهات الشريكة كما تفقد محافظ الفيوم أحمد الأنصاري والوفد المرافق الفعاليات التي تتم ضمن المبادرة أهلا بكم من جديد عقد وزير الخارجية سامح شكري اجتماعا عبر الفيديو كونفرنس مع رئيس وزراء البهامة فيليب ديفس وذلك بمناسبة عقاد الاجتماع الإقليمي لدول الكريم حول تغير المناخ في البهامة تناول الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على رأسها قضايا تغير المناخ وذلك في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ كوب 27 شاهدت محافظة أسيوت افتتاح مكتبة مصر العامة كأول مكتبة عامة بالمحافظة تضم أمهات الكتب والكتب التراثية وكتب الأطفال تضم المكتبة أكثر من 30 ألف كتاب في مختلف المجالات الثقافية وتخدم المواطنين من كافة الأعمار بهدف نشر الثقافة والمعرفة نشر الثقافة والتوعية هدف تسعى إليه الدولة في إطار خطة قومية لبناء الإنسان المصري وتحقيقا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي هنا في أسيوت شهدت المحافظة بدأ التشغيل التجريبي لمكتبة مصر العامة كأول مكتبة عامة بالمحافظة مكتبة تضم في طياطها أمهات الكتب وآلاف الكتب في مختلف المجالات والكتب التراثية وكتب الأطفال حيث تضم أكثر من 30 ألف كتاب في مختلف المجالات الثقافية مكتبة مصر العامة بأسيوت أول مكتبة عامة بمحافظة أسيوت المكتبة تخدم جميع فئات المجتمع في أسيوت من أعمار من بداية من 3 سنين لحد فوق سن 60 المكتبة فيها 30 ألف عنوان 30 ألف كتاب تشمل جميع المجالات بالإضافة للمخطوطات والكتب التراث الموجودة بالمكتبة بالإضافة لتواجد نادي للطفل مدعم بالأجهزة التكنولوجية الحديثة بالألعاب الخاصة بتنمية المهارات والزكاء وتعديل السلوك بالإضافة لوجود بعض الأنشطة الكثيرة ثقافية فنية ريادية للأطفال وتخدم مكتبة مصر العامة بأسيوت المواطنين من كافة الأعمار بهدف نشر الثقافة والمعرفة للأمانة طبعا حاجة جميلة جدا أن يبقى فيه مكتبة جيرة بالشكل ده وجميلة وعلى قدر عالي من النظافة والاهتمام والناس اللي فيها ناس محترمين جدا وأن هي تبقى فيه حاجة زي كده فأسيوت تهتم بالطفل والأطفال في الوقت الفراغ في الوقت الأجازة هذا يفتح مبدائي لسه يبقى فيه حاجات تدخل فيها وألعاب وحاجات اللي فيه كونكت فرع ملاقي يعني حاجات تنفع للأطفال الصغيرين صياغة ثقافة المجتمع دور تقوم به المكتبات العامة من خلال ما تتيحه للأفراد من فرص للتواصل وتعلم المهارات الخاصة مما يجعل الثقافة نمط حياة للمجتمع تنطلق فعاليات دورة الثلاثين من مهرجان القلعة الدولية للموسيقى والغناء يوم الأربعاء المقبل على مصرح المحكى وأكد رئيس دار الأوبرا مجدي صابر أن تأجيل افتتاح المهرجان جاء حدادا على ضحايا حادث كنيسة أبو سفين بالجيزة مضيفا أن الفعاليات تستمر حتى الـ 31 من أغسطس الجاري وأشار إلى أن حفل الافتتاح يشهد تكريم عشرة شخصيات ساهمت في إطراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربي والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال مع مربة المليجي ندحول إليك مربة أهلا بك أهلا بك نوها شكرا يوسف وأهم بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد وفي عدد من الوزراء والمسؤولين وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أنه لابد من العمل على القضاء على المواقف غير المخططة بمسار الطريق الدائري بكل حزم مشيرا أنه سيتم منع هذه الظاهرة غير المقبولة من خلال تحديد أماكن لمواقف سيارات الميكروباس أسفل الطريق الدائري كما كلف مدبولي بوضع تصور سريع لزراعة وتشجيل الطريق الخدمي المحيط بالطريق الدائري وبدء تنفيذ ذلك على الفورة وذلك في إطار المبادرة الرئاسية للتشجيل المعنية بزراعة مئات مليون شجرة بحث وزير الكهرباء محمد شاكر مع سفيرة سلوفينيا بالقاهرة فرص الاستثمار المتبادر في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات الهايدروجين الأخضر وأكد وزير الكهرباء اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مشيرا إلى تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في هذه المشروعات بحث وزير البترول طارق الملمع إحدى الشركات اليابانية رائدة فرص التعاون لإنتاج الأمونيا الزرقاء في مصر وأكد وزير البترول أهمية إجراء المزيد من الدراسات خلال الفترة المقبلة بهدف الوقوف على جدوى المشروع وتوفير صبل النجاح تفقد محافظة القاهرة خالد عبد العال أعمل تطوير منطقة شق التعبان لصناعة الرخام والجرانيت والتي تشمل رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية وعمل مدخل يليق بالمنطقة وإعادة تخطيط مداخل ومخارج المنطقة وأشار محافظة القاهرة لأن المحافظة تعمل على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت من خلال استكمال المرافق وتمهيد الترقى الداخلية بهدف المساهمة في زيادة الإنتاج والاستثمارات ودخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة نتحول إلى أسواق المال حيث تبينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام التعملات وسط عمليات شراء موسعة من قبل المستثمرين المصريين والعرب وارتفع رأس المال السوقي بنحو ملياري وستمائة مليون جنيه ليغلق عند مستوى ستمائة وستين مليار وتسعمائة وثمانين مليون جنيه وذلك وسط دولات كلية بلغت نحو ستة مليارات جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر EGX30 عند مستوى تسعة ألاف وتسعمائة وأربعة وثمانين نقطة وأغلق عند تسعة ألاف وتسعمائة وأربعة عشر نقطة متراجعا بنسبة سبعة من عشر بالمئة أما الارتفاعات فكانت من نصيب مؤشر EGX70 والذي فتحها عند ألفين ومئة وتسعة وعشرين نقطة وأغلق عند ألفين ومئة وثلاثين نقطة مرتفعا بنسبة ستة من مئة بالمئة وقد تراجع مؤشر EGX100 والذي تراجع بنسبة خمسة وعشرين من مئة بالمئة يغلق عند مستوى ثلاثة ألاف وثمانية وأربين نقطة نتحول إلى أسواق العملات حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصرية ليسجل الدولار الأمريكي تسعة عشر جنيها وتسعة قروش للشراء وتسعة عشر جنيها وسبعة عشر قرشا للباية اليورو تسعة عشر جنيها وستة وأربعين قرشا للشراء وتسعة عشر جنيها وأربع وخمسين قرشا للباية في حين سجل الجنيه الاستليني ثلاثة وعشرين جنيها وسبعة قروش للشراء وثلاثة وعشر جنيها وسبعة عشر قرشا للباية وأمام العملات العربية سجل الدرهم الإماراتي خمسة جنيهات وتسعة عشر قرشا للشراء وخمسة جنيهات واثنين وعشرين قرشا للباية الريال السعودي سجل خمسة جنيهات وثمانية قرش للشراء وخمسة جنيهات وعشرة قرش للباية في الأسواق الأمريكية فتحت المؤشرات الرئيسية في وولستريت على تراجع وذلك على غرار الأسواق العالمية بعد بيانات ضعيفة من الصين أثارت مخاوف من تباطل الاقتصاد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهبط المؤشر داوزونس صناعي عند الفتحة بالنسبة 15% من 100% كما فتح المؤشر ستاندر أند بورد 500 على تراجع بالنسبة 25% من 100% كما هبط المؤشر نزدك المجمع بين نسبة 39% من 100% نهاية أخبار الاقتصاد وعودة ليوسف ونوحى إليكم شكرا لك مربعات انتهت أخبارنا وهذه تذكرة بالعنوان الرئيس السيسي يبحث مع رئيس شركة سكك حديد ألمانيا تعاون لتشغيل وإدارة منظومة القطار الكهربائي السريع بتوجهات رئاسية الهيئة الهندسية تبدأ أعمال ترميم كنيسة أبو سيفين بالجيزة بوتين يبدأ استعداده لتسليح الدول الصديقة ويؤكد أن تعاون العسكري المشترك سيعزز الاستقرار في العالم أجمع وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا شكرا على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله